أساس جون، هل في تقديرك أن الاتحاد الروسي، روسيا الاتحادية بمقدورها خوض سباق تسلح جديد مع أمريكا؟ يعني بمقدورها لك ستكون مكلفة للطرفين يعني اللافت كان هناك محاولة من ترامب في السنة الأخيرة تحديث الترسانة النووية كان هناك رفض من الكونغرس لن نريد أن ندخل في هذا الموضوع الآن الصكور اللي حد ما في إدارة ترامب يستغلون مؤتمر الصحفي لبوتين لكولر كونغرس هل ترون علينا أن نحدث الترسانة أن نقوم بكل هذه الأمور المشكلة أنه ليس هناك شك بقدرة روسيا وأمريكا على تدمير بعضهما البعض وتدمير العالم يعني لديهم ما يكفي من الترسانة النووية تحديثها لن يغير كثير في كدرة القتل وفي كدرة ونحن نعيش في زمن الردع النووي يعني ليس هناك حتى الآن يعني أي نية أو رغبة للطرفين في الدخول في هذه لكن هناك محاولة استعراض القوة أعتقد بيحاول بوتين تلبيح له أنه يريد أن يتفوض مع واشنطن هذه طريقاته إلى حد ما لابد من رسالته أنا قوة عظمى الآن لابد من الجلوس معي للتحاور حول لحد من السلاح النووي حول السورية حول كل هذه الأمور هذا ما يريده بوتين في نفس الوقت هناك ممانعة داخلية على ترامب تمنعه من هذا الأمر فنحن في هذا الأفق المسدود إلى حد ما حتى يتحرر ترامب من هذه القيود الداخلية لأن هناك مشاعر معادية من الطرفين بنيت في السنوات الأخيرة وهناك عدم ثقة وهناك الكثير من الأمور لكن الصباق النووي مكلف للاقتصاد الروسي الآن في هذه المرحلة ومكلف أيضا للاقتصاد الأمريكي الذي يخرج من ركود كبير وهناك أولويات كثيرة وهناك مشاكل داخلية معروفة يعني لابد ليس بوسعنا تفصيلها الآن